هذا الواقع الموجود فبالتالي يجب الإبقاء عليها ولكن قضية واحدة ممكن أنه يصير تغيير بسيط بيها رئيس الوزراء بدل أنه يرشح من قبل الأحزاب يصير ترشيحة إلى الشارع الشارع هو اللي يختار وهو اللي يصوت على رئيس الوزراء بالضبط في هذه الحالة يعني هل تتسحى صلاحيات البرلمان بسحب الثقة عنه هو شوفي البرلمان عنده دور رقابي وعنده دور تشريعي ويبقى هذا الدور الرقابي يبقى دور التشريعي والبرلمان أيضا يقدر يستجوب أي وزير ويسحب الثقة من الوزير إذا هذا الوزير أيضا قام بأي عملية لا أنا أقصد بما يخص ملف رئيس الوزراء بما؟ البرلمان يكون قادر على سحب الثقة عن نائم يكون هذا أيضا قرار شعب لا 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 هذا قرار يعني هذا أشبه ما يكون الآن كثير من الدول الآن في أمريكا على سبيل المثال رئيس الجمهورية اللي هو رئيس الوزراء هو نفس رئيس الوزراء الشعب ينتخبه وراء أربع سنين هذا هو ينتهي دوره ما إلا حق أنه أكثر شي مرتين زيان أربعة بأربعة ثمانة سن ويجب أنه تحدد هاي بهذه الصيغة يعني زيان خلي رئيس الوزراء أقصى شي مرتين والشعب ينتخبه بذلك الوقت راح تحللنا مجموعة مشاكل أولا ما تقدر الأحزاب تناقشه وتقول له تعالف أفرض هذا الوزير هو رئيس الوزراء هو اللي يختاره هو مسؤول عن هذه الكابينة ثميا مجلس النواب يبقى دوره الرقابي التشريعي والتشريعي زيان وكثير من دول العالم موجودة الآن إيران يمنى هاي إيران إيران همين الشعب يعني هم بها برلمان وهمين بها رئيس طيب هذا التحرك اشتركوا في القناة